على الرغم من تعهد السلطات الإيرانية محاسبة مرتكبي الاعتداءات على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران إلى أن الأحكام جاءت مخففة بحيث وصفها مراقبون بالصورية من حق العالم كله بل من واجبه أن لا يثق في أحكام قضاء يرجح كفة أحكامه بحسب رياح مصالحه فبعد ما يقارب السنة من الاعتداءات على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران كانت الأحكام على الجنات غير مفاجئة تقول وكالة أنباء إيرانية إن عدد المتهمين في هذه القضية خمسة وأربعون عشرون منهم في ميليشيات قاتلت في سوريا وصدر الحكم لصالحهم وإلباسهم ثوب البراءة وخمسة وعشرون منهم أحيل إلى محكمة رجال الدين ليحكموا بالسجن من ثلاثة إلى ستة أشهر بتهمة الإخلال بالنظام العام لا لحرقهم واقتحامهم للسفارة ولم ينسى القضاء تشديد على أنه حكم قابل للطعن إذن هي كما يراها البعض محاكمة لإحقاق الحق ولكن أريد منها إعلاء الباطل الباطل لم يكن بجديد والأحكام المواربة صفحة من كتاب القضاء الإيراني يواجه القضاء الإيراني سيلا من الانتقادات حيث أعدم ما يقارب ألف سجين فقط عام 2015 ليأخذ الجائزة بأعلى رقما على مدى عشرين عاما لكن المفارقة هنا أن القصاص كان في أقصاه على أصحاب الأقلام والمعارضين حيث ارتأت السلطات القضائية في طهران أنه لا يتماشى مع سياساتها إصماع صوت من لا يهلل ويمجد قياداتها ويؤيد مواقفها البعض يقول إن الخطأ ليس بأسلوب المحاكمة بل هو خلل في منهجية القضاء منهجية تزيد عمق حفرة الظلم بحيث لا تستطيع الخروج منها وكما يرى مراقبون قد يكون القبر الذي يتفن فيه عصر حكما لا قاعدة له إلا المصالح معنا من الرياض رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد السلمي أهلا بك دكتور محمد يعني بعد أحد عشر شهرا من المماطلة والتسويف كيف تنظر لهذه الأحكام التي صدرت من طهران فيما يتعلق بمهاجمية السفارة والقنصلية السعودية نعم مساء الخير عليك أخي 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 المشاهدين ومشاهدات لا شك أن هذه كما يقال تمخض الجبل فوز لدفارا يعني فترة طويلة من الدعاية الإعلامية الكبيرة جدا التي حاولت إيران أن تعطيها لهذا الملف وتحاول أن تقدم نفسها كأنها لديها قضاء عادل ومحايد بعد أحد عشرة أشهر تقريبا ويوم ظهرت هذه المحاكمات وهذه النتائج في المحاكمات وصبحت مسرحية هزلية لا يتنطلي إلا على من يؤمن بولاية الفقه وبأدولوجيات ولاية الفقه الموضوع ليس بهذه السهولة كل هذه المحاكمات التي جرت هي محاكمات سورية بالدرجة الأولى كانت إيران في البداية تنكر تماما تورط أي من أعضاء الحكومة أو المقربين أو أشخاص معروفين بل أنها اتهمت السعودية هانذاك وموجود في وسائل الإعلام أنها مندست هؤلاء بين المتظاهرين ليحرجوا إيران الآن تضح أن من قام كما توقعنا من اليوم الأول وهما هو معروف تاريخيا من نظام ولاية الفقه من 1979 إلى يومنا هذا خمسة وست حالات اعتداء على بعثات دبلوماسية في إيران من 1979 من السفارة الأمريكية البريطانية 2011 والفرنسية الكندية والسعودية طبعا مرتين 87 و2016 وبالتالي هي واضحة جدا أن هناك عمل منظم وممنهج للاعتداء على السفارة ومعروف من يقف وراه هو الحارس الثوري وخاصة قوات التعبية وما يسمى بالبسيج أولا الذين يأتمرون بأمر ولي الفقه وليس بالشرطة تحديدا أيضا من ضمن الأمور اللافتة أن المحكمة أدانت دكتور محمد بعض المتهمين بالسجن ثلاثة إلى ستة أشهر لكن بتهمة إخلال النظام العام وليس بتهمة التعدي على السفارة السعودية دلال ذلك وما الفحوى من هذا التغيير فيما يتعلق بالقضية نعم يجب أن يدرك المشاهد الكريم أنه تم تقسيم التهم إلى قسمين قسم يتعلق بالاعتداء على البعدة الدبلوماسية السعودية مبنى السفارة السعودية في طهران وكذلك القنصلية في مشهد القسم الآخر هو يتعلق بما يسمى خرق القانون والحق القضائي العام للنظام الإيراني فيما يتعلق بحرق السفارة والعبث بمقدرات السفارة والاعتداء على الحرمة الدبلوماسية وسيادة الدول لأن السفارة تعتبر أرض من البلد التي يتبع لها هذا المبنى وليس كمبنى داخل طهران هي أرض سعودية بالدرجة الأولى وبالتالي تم اعتداء عليها وانتهاك سيادة الدول تم تبريات جميع المعتدين على السفارة من حيث الاعتداء على المقر الدبلوماسي أما ما يتعلق بالجانب القانوني للنظام الإيراني داخل نظامه الداخلي في إطار الحكومة الإيرانية فتم محاكمة جزء من المتهمين وخلال سبيل الباقية خاصة أنهم اعترفوا وسائل الإعلام تؤكد ذلك أن جزء كبير منهم مرتبط بالحرس الثوري بقوات التعبية جزء منهم حارب خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية وجزء آخر قاتل في سوريا فترات ثم عاد إلى إيران ومن ضمنهم المشهور حسن ميهن كرد وهو شخصية معروفة ومقربة من الحرس الثوري وله صور مع قيادات الحرس الثوري في سوريا وداخل طهران أيضا مع قيادات كبيرة جدا وبالتالي إيران الآن أرادت أن تخرج هذه المسرحية بأنها تحاكم العنوان الكبير والعريض أنه محاكمة الذين اعتدوا على البعثة الدبلوماسية السعودية والسفارة السعودية لكن عندما ننظر للتفاصيل نجد أن المحاكمة لا علاقة لها إطلاقا بكينونة وحقيقة وواقع الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بل بقضية مخالفة النظام وخرق القانون يعني إيران فيما يتعلق بقضية حسن كرد وهو رجل دين متشدد ومن المحرضين الأولين لاستهداف السفارة السعودية وأيضا القنصلية السعودية في مشهد أطلق صراحة دكتور محمد وصرح بنفسه بأن الشرطة سهلت دخول المقتحمين يعني هناك أيضا تصريحات من قبل هذه الشخصيات تقول أن السلطات سهلت هذا الاقتحام كيف يتم تسريح وإطلاق صراح الجميع إذن دلالات ذلك نعم أولا نحن في مركز خليج العرب الدراسات الإيرانية قمنا بتقرير أو نشر تقرير كبير عن هذا الموضوع وعلى تفاصيل كيف تم الاعتداء على السفارة ومن أين آتوا هؤلاء عندما ننظر إلى طبيعة الاعتداء كيف حصل هناك قوات بسيج وقوات البسيج تابعة للحرس الثوري والحرس الثوري مرتبط بمن؟ بخامني وليس بروحاني هناك قوات الأمن وهي مرتبطة بوزير الداخلية ووزير الداخلية مرتبط برئيس الحكومة وهو الرئيس حسن روحاني من الجانب التراتبي من ناحية الترتيب الإداري والنظامي في إيران الذي يتبع للحكومة الإيرانية لا يستطيع إطلاقا أن يقف في وجه منه هو محسوب على المرشد الأعلي خامني البسيج محسوب على خامني لذلك نجد صور هناك صورة منتشرة ومعروفة جدا أنه نجد أن هناك الكثير من يحاول الاعتداء على السفارة ويلقى القنابل والعبوات الحارقة على مبنى السفارة ونجد رجل الأمن واقف بين هؤلاء ويتابع المشهد وينظر إلى السفارة دون أن يحرك ساكنا هذا مختصر بسيط للصورة العامة لما حدث قوات الأمن لا تستطيع أن تقف أمام البسيج المرتبطون بخامني لأنه مجرد رسالة بسيطة إلى وزير الداخلية وإلى روحاني هؤلاء مأمورون يجب أن ينفذوا المهمة لذلك تم جلبهم من عدة مدن بعضهم جابوا من خارج طهران التفاصيل معروفة ويحضرهم في باصات إلى منطقة قريبة من السفارة وتم إطلاقهم وتوجيههم إلى المقر البعثة الدبلوماسية في طهران تحديدا وفتح المجال لهم والطريق لهم حتى يقوم ينفذوا المهمة كما أمروا أن ينفذوها وعلى أكمل وجهه وفقا للرغبة القيادة الإيرانية وخامني تحديدا طيب قضاء إذن يرجح كفة أحكامه بحسب رياح مصالحه هنا نذهب لمقارنة دكتور محمد بين هذه الأحكام المخففة ضد أشخاص تعدوا على العراف الدبلوماسية الدولية ومقارنة بالأحكام التي تتم من قبل القضاء الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين قد تصل إلى حكم الإعدام كيف تنظر لهذه المقاربة أو المقارنة؟ نعم مقارنة جميلة أستاذ فيصل عندما يتم إحراق البعثات الدبلوماسية والاعتداء على حرمة الدول وسيادتها ويتم العابة بمحتويات هذه السفارات سواء أجهزة كمبيوترات أو وثائق ومستندات تابعة لهذه الدولة ويتم تبرئات هاولة بينما نجد شاعر مجرد شاعر كتب قصيدة وهو شعباني الأحوازي شعباني كتب قصيدة غصيظة جدا لا يمكن أيضا أن يحاكم عليها بل يلتفت لها وتم محاكمته وحكم عليه بالإعدام ونفذ الإعدام في حقه عندما نقارل هذه الصورة نجد أنه واضح قضية أن القضاء وفقا للتوجهات وليس قضاء سيادي ولا محايد ولا قضاء مستقل هو وفقا للتوجهات الثورية والأديولوجية الطائفية التي تقود النظام الإيراني وفقا لدستوره في المادة الثانية عشر التي تنص على أن الدولة طائفية من حيث الدستور وتتدخل في شؤون الدول الأخرى وتسمح لنفسها بكل ذلك قانونيا وبالتالي هي تحاكم شخص بسيط جدا رفع شعار جدنا أيضا القبض على بعض الأحوازيين عام 2014 لأنهم ارتدوا الملابس التقليدية العربية خلال مباراة ومتقدم بين فريق سعودي وفريق الأحوازي وبالتالي هي محاكمات صورية إذا كانت المحاكمة تخدم النظام الإيراني فهي توقع شد العقوبات وإذا كانت هذه المحاكمة تضر بصورة النظام أو غير أو عكس أديولوجية النظام وتوجهاته فيتم التبرية بكل سهولة هي مجرد طيب دكتور محمد قصة محبوكة ووسيناريو نعم لكن وفي أقل من دقيقة لماذا إذن روج وسع إلى تضخيم وإبراز هذه الصورة رغم أن المحاكمة كانت لمصلحة النظام وتدلل على الضعف وهشاشة النظام القضائي في إيران وتسير المحاكمات لصالحه لماذا هذا التضخيم الإعلامي من قبل وسائل الإعلام الإيرانية باختصار طبعا باختصار شديد أنه تريد أن تستهدف الإعلام الغربي تقول أن هناك حكومة الآن في إيران معتدلة وتحاكم وتطبق القانون لكنها أيضا من جانب آخر وهي الذي لم تقوله إيران أنها تخشى أيضا من قضايا ترفع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وربما يتم تصعيد ملف الاعتداء على الدبلوماسيين سواء داخل إيران أو خارجهم وخاصة إيران اغتالت الكثير من الدبلوماسيين واعتدت على عدد كبير من البعثات الدبلوماسية داخل إيران وخارجها وبالتالي الملف كبير ويجب أن يوخذ بقانونية مشاكل جد وهذا ما تخشاه إيران ولذلك هي تحاول أن تستبق هذا الملف وتحاول أن تقدم هذه الصورة المسرحية الباهتة والباهتة جدا دكتور محمد السلمي رئيس مسكس الخليج العربي للدراسات الإيرانية كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك